المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة سوف تكونوا بخير على خير، سوف تكونوا فرحانين، ناشتين، سوف تكونوا موردي لكم جيدة وفرحانين عند جميع السيدات وحبيبات الموتسبعات والغزالات الوفيات على القناة وصفت لي وصفة مختصة بخصوص إزالة الإسميرار، علاج، المشاكل الموجودة في الإبطين منها الرائحة الكريهة يعني الرائحة الغير مستحبة وتبديد يعني الإبطين وممكن استخدامها الجميع المناطق الحساسة أيضا وصفة زوينة يا لبنات تستحق التجربة فيها مكونات لخلي لكم الإبطين دي لكم فيها ودك السواد يعني بعد إزالة شعر واستخدام الشفراء وبزف دي الأمور كنت عن دول السميرار وبعد السيدات عندهم دك الإسميرار الحد يعني كيكون كتير بزف، فوصفة اليوم غادي تخلصكم من هاد شي كامل عندما فقط تجربوها فبزف سيدة يعني خلوا لي في لكم منتغ أنهم بغين وصفات بخصوص هاد الموضوع هادا وجئتوكم به باش نعالجوه إن شاء الله ليوم في هاد الفيديو قبل ما نشون تعرفوه على المكونات وطريقة التحذير والاستخدام والاستعمال وكل هاد التفاصيل فنرحب بكم أول شيء نقول لكم مرحبا بكم فضلاشين ما تنسوش الاشتراك مع تفعيل زي الجرس ما تنسوش أيضا تخليونا التعليقات للقتراحات الاستفسارات أي شخص عند وصفة طبيعية بغي يبغي يبغي تجيها معنا بغي يشاركها معنا فمرحبا بها ما عليها إلا خلالي نفتعلي قسم إن شاء الله شخصيا نطوري نجربها وإلا عجبتني ولقيتها في قسم مجربة فغادي نجي نشاركها معكم ولا نبغ تجيها معكم باش ما نطورش عليكم كتر غا مشو باش نتعرفو على المكونات الوصفة ومن بعد طريقة تتحضروا الاستخدام والاستعمال كدلي فأول مكوين غادي نحتاجه لفادلاغو السيد غادي نحتاجه إلى النشاء وما يسمى بالدرة أو المايزينة ملعقة كبيرة الكيميا دائماً كتبقى اختيارية على حسب الرغبة غا نحتاجه عصير حامضة أو ملعقة صغيرة من عصير حامض وسنحتاج إلى ملعقة من الكوركم وسنحتاج أيضاً إلى ملعقة من شبه شبه مطحونة زوينة وفعالة بخصوص علاج الرائحة الكارهة ما كتخليهاش نهائياً كتخلي رائحة مع تراومنسما وكتنقص القادية اللي يعني هكذا نبقى نعرقو كل ساعة فملعقة من شبه المطحونة كما تلكم وواحد ملعقة صغيرة ديال المادة ديال الورد ممكن تعويض ديالها بزيت الورد ولا زيت الجليسيرين لكم حرية الاختيار وهذا هم المكونات اللي عندنا فهد لغسل يعني السهلين ماهلين ومساط ورخص وأهم شي انها في متناول جميع ندوزل طريقة تحتان فبسم الله سوف نخطو ايناء بهذا الشكل سوف نضع فيه الكمية المناسبة ديال الكوركم مع الكمية المناسبة ديال انشاء مع الكمية المناسبة ديال الشبه وايضا ملعقة ديال المادة ديال الورد سوف نضيفه على سلحة متدريجيا سوف نضيفه على سلحة متدريجيا ومن بعد هاي الوصفة جاهزة الاستخدام مع لنا الا انطبقوها هنتم لاحظوا معي القوام ديال كيفاش عاقد اوزوين بززاف يعني ما كيسيح ما كيسين نهائيا فبعد ما تصبح الوصفة بهذا الشكل مع لنا الا انطبقوها مباشرة بعد كل استحمام في منطقة ديال الابطين ويستحسن ويفضل بعد ازالة الشعر عاد من بعد نستخدموها نخلي واحدة كاتجف المدة خمسا عشرة خمسا عشرة دقيقة موهم الوقت اللي اخذت لنا ومن بعد كنزولوها وتلاحظوا النتيجة منذ اول استخدامي لبنت وصفة رهيبة وسحرية اتمنى فقط تجربوها وترجعوا لهذا الفيديو وتكسبوه لنا في تعليقات كيف اجدتكم بعد ما اتجربوها وكيما قلت لكم لاحظوا معي هاد القوام الرائع يعني وصفة تستحق تجربة مجربة ومضمونة فانتمنى هاد الفيديو تبغتاجة يعني يلعج بكم وجربتوه لاغوستات ما تنسوش تبغتاجيوها مع الصديقات مع الحبيبات في مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية ديالكم في جوب فيسبوك ايضا باش هكذا تعمل فائدة الجميع وبزفة الناس يستفدو منها قبل ما تخرجوا ما تنسوهنش بالبيك لايك مع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في القناة ومشكركم بدوري الحسن تسبعكم من هاد الفيديو موادي معكم وجدد في فيديو قادم